المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة وشكرا لكم سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة العيد وصفة مختصة بسباغة الشعر باللون البني في النسبة للون المارون وشعر على الشعر واحده دمتBežق peas دين سباغة الله باللون البني هي وصفة للعيد اختنموا الفرصة وعملوا هذه الوصفة قبل العيد واعيدكم يعني يدخل عليكم مبارك سعيد يعني باش ما تمنيسوا باش ما تمنيسوا باش ما تمنيسوا كل سيدة وكل حبيبة و هاد الوصفة هادي يعني بدون حنة و بدون اكسيجين وايضا غتساعدكم على علاج الشايب بنسبة السيدات اللي عندهم الشايب وبغاوا يصبغوا الشعر ديالهم باللون البني او لا اللون القوي فانتمنى تعجبكم تمنا سرديكم تمنا ستفدوا منها منطول شي لكم اكتر من هذا نمشي واش نتعرفوا على مكونات الوصفة طريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها ايضا بالنسبة للمكونات سنحتاج اول مكون هو القهوة حبيبات او للقهوة سريعة الدوبان انا اخذت هاد نوعية هادي ممكن يعني تاخدوا اي نوعية عندكم في البيت ولا عندكم في المنزل بالنسبة لتاني مكونات سنحتاجوا الى صفار البيض او لبياض البيض انا هنا اخذت بياض البيض ممكن يعني اناكم تاخدوا اما الصفار اما البياض والكمية دي الصفار ولا دي البيض كتبقى على حسب الطول والكتافة دي الشعب دي الكل سيدة بالنسبة الثالث مكون معنا في هاد الوصفة هادي سنحتاجه اليه هو الكاكاو المر انا خديت هاد الكاكاو هادا يعني الكاكاو المر ما كيتستخدمش في الحلويات الكاكاو الحلو كيتستخدم يعني في عدة اشياء وفي عدة حلويات وانما احنا غنستخدمه المر المر كنستخدمه في الوصفات للصباغات وايضا حتى لعلاج الشاي وايضا سنحتاج الى الدارسين او لا القرفة وسنحتاج الى اخر مكون اللي هو خل التفاح اي نوعية متفرة عندكم في البيت فهذه هما المكونات وغادي نحتاجه الاخر شيء اللي هو البلاستيك الغدائي ندوزل الى طريقة تحضير هاد الوصفة طريقة استخدامها واستعمالها ايضا سوف نحتفظ بياض البيت سوف نحتفظ بياض البيت من بعد غادي ناخدو القرفة او للدارسين بالنسبة للقرفة فانا اخديت القرفة لكتكون يعني البودرة ديالها ناعمة وليست خشينا وليست خشينا واخر مكونات سوف نضيف الوصفة اللي هو الكاكاو المر سوف نضيف منه ملعقتين فقط واكيد الكمية دائما كتبقى على حسب الطول والكتافة ديال الشعر اللي عندكم شعر طويل وكتيف بزا فاكيد غا تحتاجو كمية كثيرة ديال النواشف يعني القهوة حبيبات القرفة او للدارسين وايضا الكاكاو المر بنسبة لهاد الوصفة كتخرج رائعة فالشعر يعني كتعطيدك اللون البني فاختنموا الفرصة واستخدموها قبل عيد ان شاء الله واخر مكون غادي نوضعو اللي هو خل التفاح لتأثبيت وتعزيز اللون سأضيف مقدار ملعقة كبيرة من خل التفاح ودائما نحاولو نخلطو مزيال لانو البيت البيت ما كيتتخدمش بسهولة فاكي خصنا نخلطو مرارا وتكرارا والوصفة جاهزة للاستخدام فهدي هي النتيجة النهائية ديال الوصفة ديالنا ديال سباغة الشعر باللون البني فبعد ما كتصبح بهاد الشكل هذا كنتبقوها على كامل الشعر ديالنا ومنورها كنعملو البلاستيك الغدائي أو للسلوفان أو للنايلون كنعملو يعني لشعر ديالنا وكنتصدرو الوقت اللي غادي نسبنا على حسب الشعر ديالكم أشمل اللون كان هو مثلا إلا كان اللون الأسود فهد السباغة هدي خصها مدة شوية طويلة إلا كان ديجا هو بني بغيتوا تعودوا يعني تجددوا للون البني فخصكم وقت قصير إلا كان شعر يعني مثلا أزعر أو أصفر فخصكم مدة طويلة يعني لحسب الشعر واللون دياله اللي هو كان عليه سابقا فهد شي اللي كان وبنسبة لها الوصفة فهيرا كتعلج الشيب وأيضا كتتخلي لنا الشعر ديالنا باللون البني فقط نخلي بهالوقت اللي غاينسب كل سيدة لأنه أكيد الوقت كيختلف من سيدة إلى أخرى وكانت هذه الوصفة ديال يومان سمن أنهتنا الإعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا بيك لايك إلا كانوا أي استفسارات أي تعليقات أي شيء بتتخليه لنا فمرحبا بي في التعليقات وما تنسوش الضغط على زي الاشتراك بنسبة لسيدة لأول مرة يكتشفوا هاد القناة والضغط على زي المجاوير لهلي هو زي الجرس باش أي فيديو إن شاء الله نزلت يجيكم إشعار بأنني زلت فيديو وموعدي معكم كيت جدد في الفيديو القادم إن شاء الله